السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه قصتين كده هحكيهم بسرعة في الوقت ده في الحلمية كان عندما تظهر نتيجة الابتدائية كان عم إبراهيم اللي ساكن جنبنا بيشتغل بيوزع جرائد يعني بيوزع جرائد وبنه محمول كمعات نتيجة الابتدائية كان بيجيب اللي هو الملفات اللي فيها نتائج المنطقة كلها اللي موجودة اللي احنا عايشين فيها اللي هي النتيجة النجحين والساقطين والمجموع اللي بيجيبوه فكنا بنعود أنا وابنه محمود على نصية الشارع بتاعنا والاهلي بقي ييجوا كل واحد دورق على أسم ابنه والأسم بنته ويدور ولو كان ناجح بيلاقي خمسين في التب香港 بيمان كان بيدونه على كل اسم من ناجحين في حلوة النجاح مبين خمسة قروش وعشرة قروش وكان بيشتغل في حاجة اسمها دار الكتب المصرية دار الكتب المصرية تعتبر دار عتيقة فيها مخطوطات وفيها كتب مبنية بطريقة عراقية جدا وتراثها عالي جدا في سواء كان في البناء أو في ترتيب الكتب أو أو إلى آخره حتى لما تخش الدار اللي هي كانت في منطقة اسمها باب الخلق ويدي كانت رحلة أخرى تانية اللي أنا بخرب من الشرع الشيخ محمد شاكر وفي دالماشي لغاية ما وصل لباب الخرق لغاية ما وصل إيه لدار الكتب المصرية كان قربنا الأستاذ فاروق الجريس إذا كان بيعمل كان بيقعدني على كرسي وبعدين يقول لي روح يجب لي القصص ويديها لي فتعلمت القراءة وحب القراءة والبحث في دار الكتب المصرية لا تتخيلوا أن زيارتي لدار الكتب المصرية ما زالت مطبوعة في ذاكرتي إلى الآن ويلي بتجعني قادر على أني أقرأ وقادر على أني أعبر عن نفسي وقادر على أني أبحث في الكتب ولو أني كانت زيارتي لها فقط وأنا طفلة صغيرة كل هذه الأشياء سواء كان اللي هو الجهاد بتاع عم إبراهيم اللي هو بيبيع الجرائد أو زيارة دار الكتب المصرية بتشكل لي جزء كبير جدا من قيمة ثقافتي التي نشأت فيها داخل أروقة إما دار كتب أو إما شوارع الحمية أو شوارع المغابلين أو الدار بالأحمر إلى آخر إلى آخر أشكركم جميعا على مشاهدة الفيديو وأرجو أنك تفعله على الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصدقائنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة